عارفة النهاردة الناس مستنين ان احنا نبدأ بخبر معين بس انا هأجله شوي وحبدأ ان احنا هنتكلم في البداية عن ان النهاردة يعني ليلة ليها طابع مختلف وليها طابع خاص عند كل الاهلوية انت بتتكلم عن احتفالية التتويق باللقب الدوري المصري الممتاز للمرة كام؟ للمرة 43 ان شاء الله اللي حتقام النهاردة في استاد القاهرة بعد مباراة الاهلي وحرس الحدود ودي طبعا المؤجلة من الاسبوع 33 طيب الاحتفالية دي بتعتبر يعني خلينا نقولها ليلة الظهور الاخير لدرع الدوري المصري بالشكل بقى اللي احنا نعرفه الشكل القديم اللي احنا نعرفه ده بعد لما اعلنت ربطة الاندية طبعا المصرية عن الدرع الجديد واللي حيتم تسليمه لبطل الدوري في النسخة بقى المقبلة 23-24 النهاردة خلينا نقول ان هي يعني حتكون المباراة رقم 32 في بطولة الدوري في ال 31 مباراة اللي هما فاتوا اللي حصلنا فيهم او حصدنا 81 نقطة والاهلي فاس في 25 مباراة وتعادل في 6 ولم يخسر اي مباراة الحمد لله يعني زي ما بتقال كده حاجة استثنائية او بجد موسم استثنائي يعني البطولة دي دايما يجي يقولك طب هي دي البطولة الافضل كل بطولة الدوري يجي يقولك هل هي البطولة الافضل لا خليني اقولكوا بقى فعلا نقدر نقول على البطولة دي هي البطولة الافضل ان هي بطولة غير عادية يعني بشكل عام انت بتتكلم كالموسم فعلا استثنائي على كل المستويات سواء الفوز بالبطولات في العلعاب المختلفة 27 بطولة محلية وقرية والعلامة الكاملة في كورة القدم نكلم حضراتكم بلغة الارقام دلوقتي كمان على المستوى بتاع الانتصارات في الدوري الاهلي الفريق اللي لم يهزم مرة واحدة حتى الآن الحمد لله طبعا يعني برضو سجل لعابتنا انا بحب اتطرق للارقام لعابتنا سجلت بالارقام 62 هدف وكانوا اقوى الخطوط الهجومية وكمان اقوى خط دفاع ولم تستقبل شباكه سوى تسع اهداف في العموم التوتل كل المواشرات فعلا تخلينا نقول ان احنا لازم نفرح نقول الحمد لله وفعلا هي ما كانتش مجرد بطولة وخلاص لا انت بتتكلم عن فعلا بطولة ليها قيمة كبيرة جدا لازم نفرح لازم نفرح بالجهاز الفاني واللي عمله قال هذا الرجل المحترم المحترف حقيقي انا من الناس اللي معجبة جدا جدا بهذا الرجل من ساعة ما وصل بصراحة من ساعة لما رحنا استقبلناه في المطار والطريقة اللي اتعامل بيها مع الناس اللي كانت موجودة ومع الصحافة وتحس ان هو جاي فاهم هو جاي فين يعني راجل دارس مش لسته لما وصل ابتدى يذاكر لا 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 هو جاي حافظ وفاهم وبيستوعب وبيسأل فاعتقد ده من الذكاء الشديد اللي هو بيتمتع به فعلا هذا الرجل غير الكامستري الموجودة بينه بين اللعيبة غير المستوى البدني والفني والنفسي اللي احنا شفنا اللعيبة عليه اللي فيه طفرة كبيرة جدا يعني حقيقي حقيقي مارسر كولر اضافة رائعة للنادي الاهلي عايزين نشكر كمان مجلس الادارة طبعا كتنبيبه وكل الناس المعنية وكل الناس اللي بتتعب وقابلهم على فكرة هرجع اقول تاني كل الجماهير الخاصة بالنادي الاهلي اللي بتتعب واللي هتفرح النهاردة بشكل كبير واللي كنانا يعني بنقول ان هم موجودهم مهم جدا طبعا عشان لعبت الاهلي اكيد اكيد عايزين يكونوا العيلة بتاعتهم والجماهير معاهم النهاردة فيه يوم مميز زي النهاردة ان شاء الله والتتويج اللي بنتكلم عليه فالفة مبروك علينا مرة كمان وان شاء الله اللي جاي يكون افضل بكتير لسه قدامنا كتير لكن لازم نقف شوية ونفرح والنهاردة عايزين نفرح زيادة شوية لان احنا نستحق حقيقي كان موسم رائع جدا موسم استثنائي وشكرا للعيبة اللي قدمت اعلى مستوى حقيقي مفيش لعب شوفناه بمستوى معين في ماتش وبعد كده المستوى هبط ماتش او اثنين بعدها لا بالعكس كنا بنشوف ثبات بشكل كبير جدا شوفنا البودلاء زي الفريق الاول الكامل سكواد الاساسي فبجد كل التوفيق ليهم ان شاء الله